كل اعتداء حتى ولو كان مبرر أنا ما عندي على مثلا الأطباء وغيرهم نسمي اعتداء مبرر و اعتداء غير مبرر أنا بالنسبة لي هذا مرفوض الدكتور علي قال أنه المشكلة إدارية أنا بالبداية لما تحدث قلت نعم في مشكلة إدارية والأساس المشكلة إدارية لكن عندنا مشكلة طبية مشكلة طبية اللي احنا كلنا من خلال الاستفتاء من خلال المراجعات الدوائر الحكومي كامل والدليل أنه مشكلة أنا أبدأ أحكيها على هو راجع الخدمات الطبية الملكية راجع الطوارئ في الخدمات الطبية الملكية وأنت واختي غادة والدكتور علي هل سمعت يوم من الأيام أنه تم الاعتداء في المستشفى الخدمات الطبية الملكية تم الاعتداء على طبيب في الطوارئ أو تم كذا 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 ليه ما فيه لأنه في عملية ضبط وربط إداري كل واحد عارف مسؤوليته والطبيب يؤدي وفقا للضبط والرب الآن أنا كمواطن ديش تحدث كمحامي الآن أنا كمواطن عندي أنا نصوص جزء الطبيب يغفل جزء الطبيب يفكر أنه نص المادة اللي حماه اللي وإذا قصر كذا في الموظف العام يعاقب حتى حابس حتى مدتشارة وغرامة حتى عشرين دينار لا أنا ممكن الطبيب ترتقي العقوبة عند الطبيب اللي تسبب بالوفاة والتسبب بالوفاة عقوبة مغلظة الطبيب يغفل هذه الأمور حتى نحل هذه المشكلة ما نحط الأمور على الطاولة ودراستها بجدية الدراسة بجدية تبدأ من مخرجات كليات الطب أو من الأطباء اللي بيجوا بانتسبوا لنقابة الأطباء من خلال عقد الدورات من خلال تهيئة الطبيب قبل ما أنا زوده علميا أنا الطبيب اللي بدي يروح حديث أو بدي يتوظف في وظائف حكومية أو في مستشفى يجب أن أعمل على تهيئ وكيف يتم التعامل مع المواطن هذه دبلوماسية أنت بدك تكون عندك دبلوماسية في التعامل نقابة الأطباء الآن زي ما ذكر الدكتور علي وهاي مذهلة أنا بعتبرها على تشريع نقابة الأطباء مع الاحترام نقابة الأطباء على الأطباء العامين الأطباء المختصاصيين اللي بيشتوروا في القطاع العام أنا برأيي أنه يد نقابة الأطباء مكفوفة عن متابعتهم ومرقبتهم لأنه سينتظر حتى حكم نهائي من القضاء حتى حكم نهائي أو مخاطبة النائب العام حتى يتم واللجنة تتشكل بالتحقيق معه هي لجنة يتم التنسيب فيها من الخارج صح أو لا دكتور نعم من الوزارة من الوزارة إذن لما دام الطبيب في القطاع العام يأمن أنه لا عقاب ولا لرقابة لنقابته عليه النقابات النقابات هي ليش وجدت أخت غادة النقابات وجدت أنا محامي وعندي نقابة المحامين ودكتور علي لقيب الأطباء النقابات وجدت حتى تحمي طرفي المعادلة تحمي المواطن وتحمي صاحب المهنة أنا في نقابة الأطباء أنا وجدت حتى أحمي الطبيب وحتى أحمي المواطن اللي براجع الطبيب من خلال تقديمه لشكوى إلي إذن أنا يجب أن أكون كنقابة أطباء دكتور علي يجب أن أكون صاحب الولاية الأولى والأخيرة على من؟ على الطبيب أملك أن أعمل لو أنه يعمل بالقطاع العام أملك أن أعمل على توقيفه أو التحقيق في شكوى واستقبل الشكوى من المواطن بشكل مباشر حتى أشوف أنه صار عنده أهمال عدم اكتراث أدت النتيجة اللي قام فيها في القطاع الحكومي أما يجيني موظف ما سنود بعتبر حاله أنه طبيب مع الاحترام جميع الأطباء أني أنا والله موظف في مستشفى حكومي ما بتقدر تسوي لأي إشي شو بدي يطلع من أمرك اشتركوا في القناة